قرية بريزيو دو في بولندا حيث جبهة الحرب في أوكرانيا على مرمى حجر تتسقط صواريخ مجهولة يقتل بسببها شخصان تسارع وسائل إعلام محلية إلى اتهام روسيا بالوقوف وراء القصف يجتمع كبار قادة بولندا ويقررون رفع حالة التأهب للوحدات العسكرية ويستدعون السفير الروسي في وارسو لكنهم ينفون توصلهم إلى أدلة تثبت التورط الروسي المفترض ليس لدينا أي دليل قاطع في الوقت الحالي على الجهة التي أطلقت هذا الصاروخ لكننا نرجح أنه صاروخ روسي الصنع كل شيء ما زال قيد التحقيق في الوقت الحالي قبل حديث الرئيس البولندي كان رئيس وزرائه يفصل في خطة وارسو لتفعيل المادتين الرابعة والخامسة من المثاق العسكري لحلف الناتو الذي يؤسس لمنطق دفاعي مشترك التتيح المادتين الرابعة والخامسة من المثاق دراسة طلب المساعدة العسكرية السريعة لأي دولة عضو تتعرض لتهديد أو هجوم ثم البت في مسألة تفعيلها نحن ندرس سبل استخدام المادة الرابعة من معاهدة التحالف العسكري لحلف الشمال الأطلسي التي تعني المشاورات بين جميع عضاء التحالف الجانب الروسي نفى التصريحات البولندية وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها لم تشن أي ضربات على أهداف قريبة من الحدود الأوكرانية البولندية ووصفت الدفاع الروسية في بيانها موقف وارسو بأنه استفزاز من أجل تصعيد الموقف